السلام عليكم و اهلا بكم في درس جديد من قناة ليزي بروجرامرز من كورس الجافا في الدرس ده هنتعلم مع بعض حاجة من اكتر الحاجات المهمة في الجافا وهي قراءة المدخلات اولينا ازاي ناخد مدخلات من المستخدم او input من اليوزر هذا موضوع هيكون سهل عليك جدا لانه عبارة عن class في الجافا جاهز احنا بس هنستخدمه بسم الله خلا نبدأ على طول عملت مشروع جديد على الانتليجي نزلي هنا package source هعمل new class واعمل main class اللي اتنشتغل فيها واعمل جواها main method اللي نعمل من عندها run اللي عايزين بقى نعمله دلوقتي ان احنا لما نيجي نعمل run كده للبرنامج يبقى ده كده كأنه هو البرنامج ونقدر ندي فرصة للمستخدم يدخل مدخلات في المكان ده واحنا بقى نخزن مدخلات دي ونتعامل بيها بدل ما كنا بنفترض دايما ان اليوزر او المستخدم حط مدخلات معينة هنجوف الكلام ده موضوع بسيط جدا الكلاس المسؤول عنه هو يعمل الموضوع ده هو كلاس اسمه scanner وانت بقى دلوقتي فاهم الpackages والclasses وفاهم ال API documentation بتاع الجافا عاملة ازاي وتقدر انت اصلا لوحدك دلوقتي تروح تشوف الكلاس ده class scanner وتشوف ازاي تستخدمه في البرنامج بنفسك فتعالا كده نجرب الكلام ده نكتب هنا scanner هلاقي عندي class اسمه scanner اهو زي ما انت فاهم انه كده موجود في package اسمه java.util والpackage دي موجود فيه حاجات كتير من الحاجات اللي هي كثيرة الاستخدام يعني في الجافا فادوس عليه وانا حاليا عايز اعمل object منه عشان اقدر استخدم methods لجوه لان الميثود اللي استخدمها هي instance method مش static method فمحتاج اعمل object عشان اتعامل بيها فاعمل متغير اسمي مثلا scanner وقلو بيساوي واعمل object new scanner اه لقيت بقى هنا في عندي في الكلو ستركتور overloading كتير جدا واضح ان هو يقدر يقرأ من file على طول او يقرأ من path او string او حاجة هي اسمها double byte channel ففي عندي كذا option يعني لكن انا عايز اخد data من الconsole اللي هي هعملها ب input stream باكر الطباعة كانت system.out كان اود ده object من class print stream print stream هو اللي بيدي المخرجات و input stream هو اللي بياخد المخرجات كل دي classes في الجافا جاهزة انا مش محتاج عرفيها شغالة ازاي لكن كل اللي عرفته اني محتاج دلوقتي ابعت هنا object من input stream طيب هجيبه منين هجيبه برضو زي ما جبت out out لو انت فاكر كان static field موجود في class system اني كنت بقول system.out فهنا نفس الكلام هو system موجود في in برضو زي ما موجود في out فاقول كده system هلاقي عندي system او class system اللي موجود في java.lang دوس عليه واقول dot ليهت عندي in او وكان في برضو out موجودة انا دلوقتي عايز in بس كده انا بعتله الobject اللي هو عايزه من input stream طيب عايز بقى ابدأ استخدم فعليا الobject فاستخدم المتغير اللي عملته scanner واقول dot ووصل ال methods لجوه ليهت عندي method next, method next line, method ثانية next يعني في overloading وفي method ثانية كتير هنا واضح يعني ان method اللي عايز استخدمها هي method next اللي تقرأ الحاجة اللي هتتكتب يعني فلو كتبت كده next لقيت في next بس كده وفي next line يعني الحاجة اللي هتكتب في السطر الجاي وفي next pullian يعني ده كده بيقبل قيمة اما true او false المستخدم يدخلها في next byte ده مسلا هيخد رقم double float integer long وهكذا طب هي هتفرم معي في ايه هتفرم معي في ان ده كده نوع الرجوع بتاع كل method من دول عشان اقدر اخزنها هنا في المتغير المناسب ليها فخليني دلوقتي انا عايز اخد string فانسب حاجة بالنسبالي هي next line اللي هاخد بيها ال string اللي هتكتب في السطر اللي جاي يعني او زي ما هتشوف طيب بس كده محتاج اخزن ده في متغير فهرجع لأول السطر كده واعمل المتغير ال string ده وانا افترض مثلا هسميه username يعني المستخدم هادخلي username واقول يساوي ويبقى كده القيمة اللي هتيجي من هنا تتحط هنا طيب عايزين نعمل جملة طباعة كده عشان نبقى نتأكد ان هو فعلا خد القيمة دي فعملت جملة طباعة وهطبع فيها ال username اللي خده تعال كده نعمل الرجوع نشوف الكلام ده هلاقي بقى البرنامج هنا مستني ان انا دخله input فمثلا هكتب له اسامة والأنتر هلاقي راح طبقى لي اسامة لان هو خد قيمة اسامة حطها في ال username وبعدها هنفذ السطر ده اللي هو بيطبع ال username اسامة طب تعال كده نخلي الموضوع شكله احسن شوية ممكن ناجي قبل السطر ده كده وعمل جملة طباعة عشان نفهم المستخدم ايه اللي مطلوب منه اكتب فيها مثلا please enter username تعال كده نعمل run فكده بيقوله please enter username هروح مديله هنا ال username خده ويطبعه لي تاني طيب تمام وقف الفيديو هنا وعايزك على نفس النصق كده بعد ما يدخل ال username يطلع له رسالة تانية زي دي كده بس تبقى please enter password وبعد ما يحط ال username وال password اخر حاجه يطبع له ال username وال password كل واحد في سطر الواحدة يعني عايزك توصلي لشكل البرنامج النهائي يبقى كده واقف الفيديو واعمل التسك دي وتعال كمل معايا تمام جدا الموضوع بسيط هاجي هنا اروح اعمل جملة طباعة احط فيها جملة زي دي كده برده نفس الكلام بس هنا بدل username هقول password وانزل هنا اعمل متغير زي اللي عملته فوق string برده هيبقى اسمه password وهقول بيساوي نفس الكلام واجه هنا اطبع ال username وانزل سطر كده بback slash in وتحته يبقى الباسورد فكده اروح عملت run تدخل ال username هقول له اسامه الباسورد 123456 دست انتر طلع لي تمام اسامه 123456 طيب خلينا نخلي الموضوع مفيد شوية عن كده ويبقى فيه الشروط مثلا في ال username وفي الباسورد يعني مثلا عايزين ال username لازم يكون يحتوي على atlazyprogrammer.com وعايزين شرط الباسورد ان يكون اقل حاجة 6 حروف او ارقام يعني اسم بالمثال يكون المخرج النهائي بتاع البرنامج بالشكل ده ممكن تروح انت تعمل الكلام ده هقابلك شوية شعوبة فيه لانك هتستخدم مثلت جديدة شوية لكن هتبقى تجربك وعيسا كده جرب و لما تقابلك مشكلة ابحث عنها واتبقى حاجة جميلة جدا لوصلت الحل طيب تعال نعمل الكلام ده كده مع بعض هنزل بعد ما خدت ال username والباسورد وابدأ اقول الشروط بتاعتي فاقول الف وتعالى نعمل الشرط بتاع ال username اللي هو اني عايز ال username ده لازم يحتوي على atlazyprogrammer.com فزي ما انت عارف ان ال string ده هو class وجوه methods كتير ودلوقتي ال username ده متغير من object ل string فقدر اكتب username واقول . ووصل ال methods لجوه ودور بقى على method تناسب اللي انا عايزه فالقيت اول method هي contains method بترجع boolean فمناسبة لان انا نحطها كشرط في الف يعني هترجع true of false حسب ال username بيحتوي على الحاجة اللي هكتبها هنا في ال argument ولا لا تعال كده نجرب الكلام ده هقول له ماشي عايز contains واحط هنا الجزء اللي انا عايزه اللي هو atlazyprogrammer.com تمام جدا هطلع هنا اعمل ال body بتاع ال f ونزل enter فعزين نطلع للمستخدم رسالة نقول له فيها ان ال username ده صح اذا تحقق الشرطه كان محتوي على atlazyprogrammer.com اطبع له رسالة اقول له مثلا write username نعمل له كده مثلا علامة صح ونعمل برضو هنا else نقول فيها رسالة ان لازم ال username يحتوي على atlazyprogrammer فهعمل اطباع وقول له مثلا username should contain وهاخد atlazyprogrammer.com دي زي ما هي حطها هنا تمام كده عملنا شرط ال username تعالي نعمل شرط الباسورد اول if ونقول الباسورد انا عايز الشرط بتاع الباسورد هنا ان يكون طوله اقل حاجة 6 حروف او ارقام ففيه عندي المثود اللي انت عارفها موجودة في class string برضو اللي هي هقول . اللي هي المثود length موجودة هي ودي بيترجع رخم integer فانا محتاج اقول الرخم ده مثلا لازم يكون اكبر من 5 فاقول له length password.length واقول اكبر من 5 فكده قال حاجة هيكون 6 حروف فساعتها هيكون الباسورد صحيح فنطلع رسالة نقول فيها زي فوق كده برضو write password وبردو علامة صح كده نفس الكلام نقول else ونطلع رسالة نقول password should be اكتر من 5 حروف 5 letters تمام جدا كده السطر ده اللي كنا بنتبع في ال username والباسورد مش محتاجينه همسحه وتعال كده نجرب البرنامج نشوف احنا مشين صح ولا ايه فتعال نعمل run ويقول لي حط username فانا هحط username اسامة كده ما حطيتش فيه atlazyprograms.com فده كده هيكون غلط يعني اقول له enter هيقول لي دخل password اقول له 1 2 3456 وenter قال لي ال username لازم يكون فيه atlazyprograms.com وقال لي الباسورده صحيح فعلا كده الكلام ده مظبوط احنا هنا ما حطناش atlazy والباسورده اكتر من 5 حروف فمظبوط قال لي ان هو صح فتعال نعمل تجربة كمان كده run المرة دي هقول له اسامة واحط atlazyprograms.com دي زي ما هي كده من هنا عشان عامل فيها capital هنا اقول له enter وتعالى مرة دي نخلي باسورد من واحد لحد خمسة بس كده ونقول enter فقال لي write username وقال لي الباسورده غلط مفروض يكون اكتر من خمس حروف فتمام جدا اللوجيك بتاعنا ماشي مظبوط ممكن كمان بدل ما انا بحتاج اعمل run كل شوية كده عايز اخلي البرنامج ما يخلصش يعيد لي تاني من الاول ودي له username وباسورد وكذا وبانا اوقف البرنامج بنفسي فممكن اعمل الموضوع ده ببساطة هاجي هنا كده في اول البرنامج بعد ما عملت الاسكنر واعمل مثلا while عايز اعمل loopي خلي الكود كله يتعاد تاني فهنا ما عنديش شرط معين ممكن احط true بحيس يبقى ده infinite loop وانا بقى اوقف البرنامج وقت ما انا عايز وافتح the curly process بتاعته هنا وعايز اقفلها تحت خالص ممكن احطها هنا كده في اي حده وادوس control alt l عشان اتأكد انه عمل format للكود مصبوط فكده كل الكود بتاعي جوه ال while او تعال كده نشوف الموضوع ده زبط ولا لا نعمل run احط username مثلا اسامة واتليزي programmers والباسورد مثلا 123456 قال لي write username وwrite password والبرنامج موقفش قال لي يحط تاني username وهكده بقى اقدر اجرب تاني اعمل تجربة تانية اهو فمصبوط وهكذا يفضل يعيد معايا تاني اقدر بقى نوقف البرنامج بنفسي اعمل stop من هنا او من هنا تمام جدا لبقى انت تعلمت معايا في الدرس ده ازاي تاخد input من اليوزر في الجافا من خلال الكونسول هنا وكان الموضوع بسيط جدا بالنسبالك دلوقتي في ظل فهمك ال classes وال objects وال static هي نفس القواعي الثابتة شغلين عليها فكان الموضوع سهل جدا اتعملنا بclass ismoscanner موجود في الجافا عملت منه object خزنته في متغير سميتو scanner وكان ال constructor بتاعه محتاج object من class input stream جبنا ال object ده برضه جاهز اللي هو in الموجود كstatic field في class system وبعدها بقى بستخدم الميثود next سواء بقى next line او next integer او byte حسب الحاجة اللي انت عايزة من خلال المتغير بتاعه عادي بوصل ب dot وحسب اللي هيرجع لو انا مستخدم next line هيرجع string فخزنته في متغير string لو استخدمت مثلا next integer يبقى خزنه في متغير integer وهكذا وعادي جدا اقدر اتعامل بقى بالمتغير ده في البرنامج كأن انا اللي حاطط قيمته بايدي مفيش مشكلة فنفذنا الكلام ده بلوجيك بسيط لكن مفيد عاملينة تشيك على اليوزر name وعى الباسورد زي كده لما بتعمل login في موقع او في تطبيق او اي صفحة فده تخيل كده للموضوع بشكل مبسط امام جدا اشوفك الدرس الجيم هنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتوصلها الناس اللي محتاجينها وتدعم القناة بالانتساب ليها عن طريق انتساب او جوين لا تلاقيها جنب علامة القناة او علامة سبسكرايب اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته